بسم الله الرحمن الرحيم وي عددين صحيحيين نسبيين يقول سؤال اول حل هذه المعادلة اذا لحل هذه المعادلة نلاحظ ان هنا ثلاثة اكس ناقص خمسة اكس تساوي اثنين اذا راح نلقى اولا الحل الخاص ثم الحل العام اذا لاجد الحل الخاص راح نفرض ان الثنائية اكس سفر اكس سفر حلا خاصة اذا نبدأ على بركة الله لاجد الحل الخاص لأي معادلة على مثل هذا الشكل اولا نقسم العدد الكبير اللي هو خمسة معاملات خمسة على ثلاثة اذا نحن يمدلي ثلاثة في واحد زيد اثنين ثم نقسم بعد ذلك ثلاثة على اثنين يمدلي ثلاثة في واحد زيد واحد نتوقف دائما عندما تتحصل على العدد واحد اذا نحن نحاول ان نكتب واحد بدلالة ثلاثة وخمسة مش راح ندير واحد ماذا يساوي حسب هذه المعادلة ثلاثة تساوي ثلاثة ناقص 2 пов 1 إذن نعوذ 2 قلت إذن 1 يساوي 3 ناقص عوضاً ما نكتب 2 نكتب 5 ناقص 3 ثم ننشر وش يخرج لي 3 طبعاً ما ندلش العمليات الحسابية تخرج لي 1 تساوي 3 ناقص في ناقص 3 تمدلي زائد زائد 3 ناقص 5 إذن تولي لي 3 في 3 3 زائد 3 تولي لي 2 في 3 ناقص 5 بعد ذلك بعد ما تحصلنا على معادلة حدها 1 إذن مش رح ندير نضرب حدود هذه المعادلة في 2 نتحصل على 1 في 2 إذن 2 ثم بعد ذلك 2 في 2 في 3 ناقص 1 في 2 في 5 بعد ذلك نحن نتحصل معادلة مثل أو مساوة مثل المعادلة التائية إذن 2 ستساوي 4 في 3 ناقص 2 في 5 إذن الحل الخاص هنا هو العدد 4 و 2 إذن X0 Y0 اللي هو الخاص للحل الخاص يساوي 4 ثنائية 4 2 بعد ذلك نلقاو الحال العام كيف نلقاو الحال العام؟ إذن نكتب جملة معادلتين المعادلة الأولى هي المعادلة نكتب جملة المعادلة المعادلة الثانية نكتبها بالحل الخاص تحى 3 في 4 ناقص 5 في 2 تساوي 2 إذن بطرح طرف لطرف إذن وش رح نلقاو؟ تبعوا فقط معايا إذن نحن نتحصل على 3 X 3 4 5 Y زائد 5 2 تساوي 0 2 2 تساوي 0 ثم بعد ذلك نحن 3 كعمل مشترك بين الطرف هذا والطرف هذا نتخرج ل3 X 4 5 5 5 5 5 2 2 0 أخيرا نرد 5 Y 2 طرف الأيمن تليل 3 X 4 5 Y 0 نسميها المعادلة النجمة ثم بعد ذلك حسب مبرهنة غوص نستعمل مبرهنة غوص لماذا؟ لأن 3 و5 أوليين وش عندي؟ المساوة هذه تعني أن 5 3 أفو 3 يقسم 5 Y 0 فإن بما أن 3 و5 أوليين 3 يقسم Y 0 0 أنا لحظوا معي وش رح ندير إما ندير نفس الخطوات أو وش رح ندير هنا في المعادلة نجمع لهي هذه المعادلة نعوي قيمة Y-2 لهي Y-2 هي 3 ك1 نتحصل على التالي إذن 3 في X-4 تساوي 5 في 3 ك1 إذن نختزل 3 مع 3 وش يبقى لي؟ تبقى لي X-4 تساوي 5 ك1 X ماذا تساوي؟ تساوي 5 ك1 زائد 4 طبعا مع ك1 ينتمي إلى Z إذن حلول هذه المعادلة هي الثنائية X-Y التي تساوي 5 ك1 زائد 4 و3 ك1 زائد 2 مع ك1 ينتمي إلى Z أتمنى فقط أنكم تقلقوا هذا الحل تال معادلة نتابع الحل السؤال 2 ألف يقول ودرس حسب قيم Y-2 باقي القسم الإقليدية للعدد 9-2 على 7 دائما وش رح ندير؟ دائما رح نفرض أن Y-2 يساوي 0 نبدأ أن 9-0 يتوافق نعلم أن 9-0 هي 1 توافق 1 ثم من أجل أن يساوي 1 سوف توليلي 9 توافق 9 نقسم على 7 تمدلي 1 والباقي 2 هنا البواقي طبعا ثم بعد ذلك 9 و 3 نضرب هنا في 9 نضرب في 9 إذن تمدليل 2 في 9 18 إذن نقسم على 7 14 ويبقى للباقي 4 ثم بعد ذلك 9 و 3 دائما نضرب هذا الطرف في 9 لن ندير العمليات أو ندير بالآلة الحاسيبة نفس الشيء إذن هنا نضرب في 9 توليلي 9 و 3 4 في 9 توليلي 4 في 9 36 36 36 نقسمها إلى 7 سنلقوها إذن 6 والباقي 1 ثم بعد ذلك نقول أن هنا رح نحبس العمليات لماذا؟ لأنني لقيت الباقي هو يساوي 1 إذن بديت بالواحد كي نلقى مرة أخرى واحد نحبس العمليات هذه لماذا؟ نلاحظ أن لكون نكمل 9.4 تخرج لثنين 9.5 تخرج لأربعة إذن نلاحظ أنها أن البواقع ستكون دورية والدور التحش سيكون سيكون ثلاثة إذن وفي التالي ندير جدول أن من أجل ثلاثة كا هي هذه الحالة سيكون الباقي واحد من أجل ثلاثة كا زيد واحد سيكون الباقي ثنين طبعا الجدول هذا أن السطر الأول هو قيم أن ثم 9.4 بطردين 7 إذن سيكون الباقي من أجل أن يساوي ثلاثة كا وهو واحد من أجل ثلاثة كا زيد واحد طبعا جبتها 3 كا زيد واحد الباقي يكون ثنين ثلاثة كا زيد ثنين وأربعة ثم منزج ندير ثلاثة كا زيد ثلاثة سيكون سنون ندخل في واحد ونعاود منظر وجديد إذن نحبس هنا إذن هذه هي دراسة حسب قيم أن باقي قسمة الإقليدية للعدد سعاء على سبعة بنفس الطريقة سندير بواقي القسمة الإقليدية للعدد أربعة أسان على أحد نفس الشي نمت من أجل سفر واحد نين ثلاثة أربعة خمسة نلاحظ أن ما حاش توقف أو الباقي ما يوليش واحد حتى أربعة أس خمسة هنا وش نقول نقول أيضا طبعا نقول أن البواقي دورية ودورها أيضا سميه مثلا كاف خمسة كاف أتمنى هنا لأن نفس الشرح أربعة أسان على سبعة ثم قلت إذا تحصلنا على باقي واحد نتوقف نقول أن الدور التاحة هو ندو هذا العدد طبعا كي عاود الواحد ندو هذا العدد الدور التاحة خمسة كاف نتابع ندير جدول إذن هذا الجدول هو ليلخص الإجابة نفس الشي ندير آن ثم قيم آن إذن مدام قمت قلت أن البواقية الدورية ودورها خمسة كاف إذن نكتب خائك خمسة كاف إذن أربعة بترديد أحداش رح يكون الباقي واحد ثم بعد ذلك خمسة كاف زائد واحد الباقي قلنا أربعة إذن طبعا جبت من هنا هنا يمثل خمسة هنا خمسة كاف زائد واحد ثم خمسة إذن نكتب البواقية قلت في جدول نلخص الإجابة في جدول وبالتالي قلت خمسة كاف زائد ثلاثة الباقي تها هو تسعة ثم خمسة كاف زائد أربعة الباقي ثلاثة السؤال الثالث يقول عين الأعداد الطبيعية بحيث يكون المجموح هذا لهو أربعة عشر في أربعة أسئل زائد أحداش في تسعة أسئل نقص أربعة يوافق سيفر بترديد سبعة وسبعين أول ملاحظة نلاحظها هنا أول شيء كما تلاحظون أن سبعة وسبعين هو عبارة عن جداء سبعة في حداشر ونلاحظ أيضا أن سبعة وحداشر أوليان فيما بينهما إذن مش رح ندير هنا تبعوا فقط معايا إذن هنا أربعة توافق سفر بترديد سبعة وسبعين تعني ذلك أن هذا العدد الكلي المجموح هذا يكون يوافق سفر بترديد سبعة ويوافق أيضا سفر بترديد حداش لماذا لأن هذا يقبل القسم على سبعة وسبعين وسبعين ممكن كتابته على شكل سبعة في حداش جداء سبعة في حداش إذن العدد يكون يقبل القسمة على سبعة وسبعين حتما بما أن سبعة وحداش أوليا حتما سيكون يقبل القسمة على سبعة ويقبل القسمة على إحدى عشر هذه هي الفكرة ثم نحل معادلة معادلة نبدأ بالمعادلة الأولى إذن من المعادلة واحد وهي أربعة عشر في أربعة أسآل زيد إحدى عشر في تسعة أسآل ناقص أربعة بترديد سفر بترديد سفر سفر بترديد سبعة وش رح ندير نبدأ بالحد هذا لهو أربعة عشر في أربعة أسآل إذن نعلم أن أربعة عشر يوافق سفر بترديد سبعة ثم بعد ذلك نضرب الحد في أربعة أسآل سيكون نفس الشيء أربعة عشر في أربعة أسآل يوافق سفر بترديد سبعة إذن نتهينا من هذا الحد نولي الحد هذا وهو إحدى عشر في تسعة أسآل إحدى عشر في تسعة أسآل ماذا يوافق نعرف أن إحدى عشر يوافق نقسمه هنا سفر وهنا 11 في تسعة أسآل هو أربعة في تسعة أسآل ناقص أربعة يبقى كما هو طبعا سفر بترديد سبعة ثم بعد ذلك نتابع العملية نلاحظ أن هنا في الموافقة هذه أن أربعة عامل مشترك إذن نحوه كعامل مشترك وشي بقالي أربعة في تسعة أسآل ناقص تابع إذن قلت نحوه أربعة كعامل مشترك أربعة في تسعة أسآل ناقص واحد يوافق سفر بترديد سبعة وقلت أن أربعة وسبعة عددا أوليان فيما بينهما من هو راح نستنتج نستنتج كيكون جودة من مضاعفات سبعة حتما وبما أن أربعة أولي مع سبعة حتما راح يكون هذا العدد اللي هو تسعة أسآل ناقص واحد حيكون يوافق سفر بترديد سبعة يعني يقصد السبعة إذن منه ناقص واحد إلى الطرف الأيمن تولي لتسعة أسآل يوافق واحد بترديد سبعة نولي للجدول إذن قلت نولي للجدول نلاحظ أن تسعة يوافق واحد بترديد سبعة أن شحل تساوي تساوي ثلاثة إذن نكتب إذن نكتب آن يساوي ثلاثة طبعا كهنا لازم يقولوا أنه ينتمي إلى الأعداد الطبيعية لماذا لأن طلب منا تعيين أعداد الطبيعية حذارية ما نكتب شكا ينتمي إلى زك نتابع العملية إذن من المعادلة الثانية وهي أربعة عشر في أربعة أسآل إذا نبدأ بالحد حداش في تسعة أسآل بترديد حداش إذن هذا حداش نعلم أن حداش يوافق سفر بترديد حداش إذن هذا الحد تبعوا فقط معي هذا الحد سيكون سفر إذن يوافق سفر بترديد حداش إذن ويش يبقى لي يبقى لي 14 في أربعة أسآل إذن 14 في أربعة أسآل ويش يوافق كن قسم 14 على 11 يم بلي واحد والباقي ثلاثة إذن يوافق ثلاثة إذن يوافق هنا ثلاثة معوض 14 بثلاثة بالباقي ثلاثة في أربعة أسآل إذن المعادلة ويش تصبح يعني هذه المعادلة ثلاثة هنا يلغى هنا يلغى سفر ويش ثم بعد ذلك نرد نقص أربعة إلى طرف الأيمن تولي ثلاثة في أربعة أسآل يوافق أربعة بترديد 11 هنا ويش رح ندير بالجدول هنا ندير بواقي قسمة أربعة أسآل على 11 عودت لكم كتابة الجدول إذن كان الدور هو خمسة ك إذن الجدول هوليك ثم الآن ويش رح ندير نضرب أربعة آل في ثلاثة في كل مرة نضرب في ثلاثة إذن واحد في ثلاثة ثلاثة أربعة في ثلاثة في ثلاثة إثنى عشر واثنى عشر بترديد حداش هو الباقي يكون واحد ثم خمسة في ثلاثة خمسة في ثلاثة إذن تولي لخمستاش خمستاش كنقسموه على أحدش مدلي واحد والباقي أربعة ثم بعد لك نتابع تسعة في ثلاثة مدلي 36 36 كنقسموها على أحدش 33 عفوا تسعة في ثلاثة عفوا تسعة في ثلاثة سبعة وعشرين سبعة وعشرين كنقسموها على إحدى عشر مدلي يعني من 22 من 27 نح 22 يبقى لي خمسة ثم أخيرا ثلاثة في ثلاثة تسعة إذن هنا نح بنا ثلاثة في أربعة أسآن يوافق أربعة بترديد حدش يعني الباقي يكون أربعة إذن هذا هو الباقي يساوي أربعة وبالتالي الآن يساوي يساوي خمسة كار فتح زي ثنين إذن القيمة التي تحقق المعدلة الثنين هي الآن تساوي إثنين طبعا إحنا لازم نجمع المعدلتين أو القيمتين لأن الآن أولى نقناها ثلاثة كار الآن الثانية و لأن الآن تحقق العلاقتين مع بعض وأن تساوي خمسة كار تحقق إثنين الثنين تبعوا فقط معي إذن مش رح ندير هنا أن تساوي أن طبعا نح تولي ثلاثة كار تساوي خمسة كار ساوي ثنين ننقل خمسة إلى الطرف الأيسر تولي ثلاثة كار نقص خمسة كار تساوي ثنين ماذا تلاحظون تلاحظون أن هذه المعادلة تشبه المعادلة آس الأولى لحلينها من قبل طبعا مع كار هو إكس وكار فتح هو إجرك إذن ما هي حلول هذه المعادلة حلول هذه المعادلة هي نفسها حلول المعادلة الأولى اللي شفناها من قبل إذن منه كماذا يساوي نحن نلقينا أن إكس القناة خمسة كا واحد زيد أربعة وإجرك وقناة أيضا ثلاثة كا واحد زائد أظن زائد ثني إذن نكتفي بقيمة واحدة إذن عندي كا يساوي خمسة خمسة كا واحد زيد أربعة نعوض طبعا الكا واحد بقيمة لقلنا أنها هي خمسة كا واحد زيد أربعة إذن تقول لي لأن نعوضها في قيمة أن لهي ثلاثة كا إذن أن رح تساوي لثلاثة في خمسة كا واحد زيد أربعة ننشر ثلاثة في خمسة كا خمسة عشر كا واحد زيد ثلاثة في أربعة ثم طبعا حذاري مع كا واحد ينتمي إلى أهل إذن قيم آن التي تحقق السؤال التي هي خمسة كا واحد زيد ثم مع كا واحد ينتمي إلى أتمنى فقط أن يكون واضح للجمع السؤال الأخير يقول الرابع ألف نضع هي ثلاثة في أربعة أسآن زيد أربعة في تسعة أسآن طبعا آن عدد طبيعي أكبر أو سوي من الواحد يعني غير معدوم كي يقول لكم غير معدوم معندها يبدأ من الواحد مع أسآن هو مجموع الحدود يولي واحد يولي اثنين إلى غاية الحد يولي خمسة يقول سؤال أول أكتب عبارة أسآن بدللة أولا نلاحظ أن يؤن لازم نبدأ بيؤن يؤن هي ثلاثة في أربعة أسآن زيد أربعة في تسعة أسآن نلاحظ أنها عبارة عن مجموح متتاريتين هندسيتين الأولى مثلا نسميها في أل هي ثلاثة في أربعة أسآن أساسها أربعة وحدها الأول ثلاثة نفس الشيء المتتالية الثانية اسمتها دبل في أل اللي هي أربعة في تسعة أسآن إذن أساسها تسعة وحدها الأول دبل في سفر يسوي أربعة إذن توليلي أسآن ماذا تسوي هي مجموح حدود متتالية الهندسية في ومجموح حدود متتالية دبل في طبعا كتبت هذا السين معنى هالمجموح طبعا يبدأ الحدود من الواحد إلى غاية يساوي خمسة عشر آن في زائد مجموح حدود دبل في تبدأ من واحد إلى خمستاش آن نتابع نتابع الحل إذن نستعمل قانون مجموح متتالية هندسية إذن نبدأ ب في مجموح متتالية في هو الحد الأول إذن فيلي سيفر يساوي ثلاثة في أربعة أس واحد حفوا نبدأ في فيلي آن لأن المتتالية تبدأ من الواحد فيلي واحد تساوي ثلاثة في أربعة أس واحد ثلاثة في أربعة إثنى عشر من الحد الأول الثناش في كو ناقص واحد كو هنا هو أربعة أربعة أس عدد الحدود قلنا أنها تبدأ من واحد إلى خمستاش قلنا أن عدد الحدود كيف نقوها هو دليل الحد الأخير يهو خمستاش ناقص دليل الحد الأول يهو واحد زيد واحد عدد الحدود يولي للي خمستاش ناقص واحد زيد واحد خمستاش ناقص واحد على أربعة أساس ناقص واحد ثم المتتالية الثانية نفس الشيء الحد الأول يهو دوبل في واحد سيساوي لأربعة في تسعة تسعة 36 إذن 36 في تسعة الأساس تحية تسعة عدد الحدود قلنا خمستاش ناقص واحد زيد واحد ناقص واحد على تسعة ناقص واحد ثم نبسيط هذ العبارة إذن سيساوي لي 12 تقسيم 4 ناقص 1 ثلاثة إذن يخرج لأربعة في 4 أس 15 آن ناقص واحد زائد إذن هنا 36 على ثمانية اختزلت يخرج لتسعة على ثنين في تسعة أس 15 آن ناقص واحد مع آن ينتمي إلى النجمة إذن هذا هو أسآن السؤال الأخير يقول برهن أن أسآن مضعف للعدد 77 إذن وش معنتها أسآن مضعف للعدد 77 يعني ذلك أن أسآن يوافق سفر بطرديد 77 نعوض أسآن بالعبارة التي هي إذن هنا أربعة في أربعة أوس خمسة عشر آن ناقص واحد إذن ضربت دخل الأربعة داخل الأقوص وليلي أربعة أوس خمسة عشر آن زيد واحد أربعة في ناقص توافق سفر بطرديد 77 إذن نبدأ بطرديد بطرديد 77 ثم هذا يوافق بطرديد ثم يوافق صفر بطرديد 77 و هذا بطرديد فإن المجموع سيوافق بتطرديد نبدأ بالحد أربعة أوس خمسة عشر آن 2 1 1 2 3 2 4 4 4 5 5 6 7 7 8 9 9 9 9 10 10 9 10 10 10 11 10 12 12 12 13 13 30 كنحن نج nail 7 4 4 5 3 توافق 23 الكل اس 3 بترديد 27 و 23 اس 3 هي واحد بترديد 77 نتابع ثم اذا اربعة اس 15 توافق واحد بترديد 77 ندير الاس للطرفين تولي ليه اربعة اس 15 الكل اسان توافق واحد اسان بترديد 77 نعلم ان واحد اسان هي واحد اخيرا لان اربعة اس 15 ان توافق واحد بتردد 77 الآن سوف ندير نضرب طرفين في اربعة تولي ليه ربع عملية 15 اسان في اربعة توافق واحد في اربعة بترديد 77 وهذه اربعة اس 15 ان في اربعة ما هي الا اربعة اس 15 ان زيد واحد وهنا واحد في اربعة هي اربعة نتابع إذن تحصلنا على 4 أس 15 أن زيد 1 توافق 4 بترديد 77 نرد الطرف 4 إلى الجهة اليسرى توليلي 4 أس 15 أن زيد 1 ناقص 4 توافق 0 بترديد 77 وهو المطلوب إيجاده نولي الحد الثاني الآن راح نتابع نفس الخطوات مع الحد 9 أس 15 أن زيد 1 ناقص 9 بنفس الخطوات لاحظوا معي إذن واش عندي عندي 9 أس 5 يوافق 67 بترديد 77 ثم ندير التكعيب يعني نرفع العددين إلى قوة أس 3 نتوليلي 9 أس 5 الكل أس 3 توافق 67 الكل أس 3 بترديد 77 ثم بعد ذلك عندي بالألة الحسيبة راح تدير 67 الكل أس 3 يعني تضربها 3 مرات راح تلقى الباقي هو واحد بترديد 77 ثم بعد ذلك نتابع إذن 9 أس 15 يوافق 1 بترديد 77 نرفع يعني هنا ندير أس آن هنا أس آن توليلي 9 أس 15 الكل أس آن توافق 1 لكل أس آن بترديد 77 1 أس آن توليلي 9 أس آن توافق 1 بترديد 77 نضرب الحدين في 9 توليلي 9 أس 15 آن في 9 توافق 1 في 9 بترديد 77 ثم بعد ذلك نزل sang قريبا يحصل على عدد الطفال الآخر ان الفرق بين العددين تسعة وخمسطاش انت زايد واحد ناقص تسعة مدوا اي قيمة لان راح تلقاوا ان الفرق فرق هذا العددين هو عدد هو عدد زوجي هذا العدد مدوا اي عدد وتثبتوا بنفسكم راح تلقاوا عدد زوجي اذا ممكن ما معنى عدد زوجي معناتها يقبل القسمة على اثنين يعني يوافق سفر بترديد اثنين وبالتالي عندما نضربوه في نقص نصف راح يبقى دائما عدد طبيعي لان عدد زوجي يكن قسموه على اثنين يبقى يليلي عدد طبيعي وبالتالي وبما ان اثنين وسبعة وسبعين اوليا فيما بينهما اذا عندي الحق نكتب العبارة نصف في تسعة وخمسطاش ان زايد واحد ناقص تسعة يوافق سفر بترديد سبعة وسبعين واخيرا اذا القينا الحدين يوافق سفر بترديد سبعة وسبعين الحد الاول اللي هو اربعة وخمسطاش ان زايد واحد ناقص اربعة القيناه يوافق سفر بترديد سبعة وسبعين اذا نعوضه بسفر ثم القينا ان نصف في تسعة وخمسطاش ان زايد واحد ناقص سع يوافق سفر بترديد سبعة وسبعين اذا سفر زايد سفر اخيرا اسآن يوافق سفر بترديد سبعة وسبعين منه ماذا نستنتج؟ نستنتج أن أسآل مضعف للعدد 77 أتمنى فقط أنني وفقت بهذا الشرح البسيط إذن أتمنى أيضا أنكم أجبتم الإجابات الصحيحة إذن ما علي إلا أن أقول لكم بالتوفيق للجميع إذن نتمنى لكم من كل قلبي النجاح في شهادة البكالوريا وفي الأخير ما علي إلا أن أقول لكم أستودعكم الله الذي لا تضع ودعره والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته